أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله فأنتوا فكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا موسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليل رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آباؤكم لولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يومتات السماء بدخان مبين يخشى الناس هذا عذاب نليم رب نكشف عنا العذاب إننا مؤمنون أني لهم الذكر وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبر إنا منتقمون وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي أَاتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٌ وَإِنِّي عُزْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمُ أَنْ تَرُجُمُونَ وَإِنْ لَمْ تُومِنُوا لِيَ فَعْتَزِلُونَ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّهَا أُولَاءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ فَاسْرِبْ عِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوَا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونَ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ كَذَلِكْ وَأَوْرَسْنَاهَا قَوْمَنَ آخَرِينَ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَلَارُدُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَزَابِ الْمُهِينَ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ وَلَقَدْ اخْتَرُنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِي بَلَاءٌ مُّبِينَ إِنَّ هَا أُولَئِ لَيَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا لُولِهِ وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ فاتوا بآباؤنا إن كنتم صادقين أَهُمْ خَيْرُنَا مُقَوْمُ تُبَّعُ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمُ أَهْلَتْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام لثيم كالمهل تغلي في البطون كغلي الحميم خزوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم زقنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام نمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور نعين يدعون فيها بكل فاكهة نامنين لا يزوقون فيها الموت إلا الموت تلولي ووقيهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقبنهم مرتقبون صدق الله العظيم وقفوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو